كما التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن ممثلين عن المتقاعدين والمبعدين في المجال العسكري والأمني والمدني جرى خلال اللقاء بحضور وزير الزراع والثروة السماكية سالم السقطري جرى تقييم مستوى تنفيذ التسويات الخاصة بهذا الجانب بموجب القرارات الجمهورية الصادرة خلال العام 2013 وليت متابعة ما تبقى منها وكذا مناقشة أوضاع من لم تم تشملهم القرارات الرئاسية والمعالجات لذلك إضافة إلى انتظام صرف المرتبات وأكد رئيس الوزراء لما نفذته الحكومة من تسويات بموجب القرارات الجمهورية الصادرة عام 2013 وفقا لما أنجزته لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية مشيرا إلى الحرص على متابعة من لم يتب شمولهم بالقرارات الجمهورية وفق الإمكانات المتاحة بدورهم عبر ممثلوا والمتقاعدين والمبعدين عن تقديرهم لجهود الحكومة ودعمهم لإجراءاتها في هذه الظروف الاستثنائية مسعرضين أهم طالبهم والمتمثلة في انتظام صرف المرتبات واستكمال التسويات ومعالجة أوضاع بقية المتقاعدين والمبعدين مبعدين